مرحبا وأهلا فيكم في فيديو جديد على قناتي يوميات عربية كوري فيديو اليوم معايا أختي جونا أظن الناس القديمة عندي صايرين يعرفوا أنه هذه أختي أختي الحقيقية وعندها كمان قناة على اليوتيوب وهي كمان عيشة في كوريا ومتزوجة كوري فرح أخلي لكم رابط قناتها بالصندوق الوصف هيك اسمه صح؟ لما دائما بغلاء بالصندوق الوصف بالصندوق الوصف اذهبوا وشوفوا فيديوهاتها وكمان لازم تشوفوا الجزء الأول في هذا الفيديو واللي هو إيجابيات الزواج المختلط شوفوا الفيديو عنها ورجعوا كاملوا الفيديو لأنه هذا الجزء الثاني ورح يكون سلبيات الزواج المختلط فمثل ما عملنا في الفيديو سبعها راح نتكلم عن مجموعة نقط ورح يكون عبارة عن دردشة نقاش ورح يكون شي عافوي فإذا مهتمين كاملوا هذا الفيديو أول شي ونقطة مهمة رح نبدأ به بنات واللي هو خليني أستمكم أنه الأوبات اللي عم تشوفهم في الدرامات الكورية مو موجودين أبدا بالحقيقة حسنا نتفق على هذه النقطة مو موجودين هذه الرومانسية وكل هذا الحب والتضحيات هذه مو موجودة في شخص كوري يعني في الحياة الحقيقية ولكن هذا ما يمنع أنه فيهم هيك هناك بعض الأشياء اللي ممكن تلاقيها وأشياء اللي معقولة لا تتعدل الخيال مثل في الدرامات تشوف الولد الغني بيحب البنت الفقيرة وبيضحي بماله وبيوقف ضد عائلة وعشانها ويعني بيوقف قدام السيارة عشان يحميها إلى آخره هذه الأشياء موجودة لأن الحياة الطبيعية تختلف كثير عن الأفلام نعم فلازم نتفق هذا الشيء والراجل الكوري ما هو أبداً ولكن يبقى فيه استفات حلوة ممكن ما تجديها في الرجل يعني من جنسية تانية فالمهم اليوم ما جينا نقول المزايا المزايا ستجدوها في فيديو جونا اليوم جينا نحكي عن السلبيات ورح نبدأ مع أول نقطة ورح نسأل جونا بالنسبة لها شو أكبر شي سلبي تحسوا أنه موجود بالزواج المختلط أنا شخصياً من الأشياء لأشوفها سلبية في الزواج المختلط وخصوصاً ما بين الجواج المختلط مع الكوريين العائلة أحياناً تكون عائلة الزوج غير متقبلة لتقافة الزوجة من ناحية تانية ممكن أن تجدوا مشاكل مع الحماس والحموات الكوريين ما شاء الله هناك منهم اللطيفات ما أقولكم ومنهم المرة مرة قويات فأحياناً يكون هناك صراع ما بين الزوجة والحمات على الإبن لأنه في كوريا لا يجلبوا أولاد كثير فغالباً إما بيكون الولد الوحيد أساساً ما عنده أخوات أو إما بيكون عنده أختاني أو أختاني في كل الحالات الكوريين مرتبطين كثير بعائلاتهم فإذا كانت علاقتك مع عائلت زوجك علاقة سيئة فهذا الشيء رح يؤثر بشكل كبير يعني 80% رح يخلي زواجك فيه مشاكل كثيرة ممكن يوصل إلى الفشل خصوصاً إذا كان هذا الزوج مو مساند لك ويميل أكثر لعائلته فراح تكوني في موقف كثير صعب لأنك أصلاً أنت في بلد ثاني في الغربة ولا حدا مساندك شيء كثير كثير صعب فعلاً من قبل أنا وبيول لا تتزوجوا شخص إذا ما كنتم متأكدين إن العائلة موافقة 100% على زواجه من أجنبيه لأنه زي ما إحنا نظرتنا للأجانب وبيول ناقشت هذا الشيء من قبل نظرة غريبة حتى بالنسبة لهم كمان يشوفوا الأجانب شيء بخيل عليهم فدائماً تأكدي من قبول العائلة عشان تلاقي مساندة وما تحسي إنك وحيدة ومضغوط عليك من كل الجهات النقطة الثانية أنا بالنسبة للنقطة اللي أشوفها مشكلة واللي هي متعلقة باللغة ففي أول سنوات الزواج فأنت وزوجك أنت ما تعرفي اللغة وهو ما يعرف لغتك فأنت وزوجك تتحدثوا بلغة ثالثة لا هي لغتك ولا هي لغته اللي تكون الإنجليزية فممكن تحدث نقاشات حادة من أشياء تافهة مثلاً هو كان يبغى يعبر عن شيء وما عبر بالطريقة الصحيحة وأنت فهمتها شيء غلط فأنت تعاملي مثلاً منها مشكلة أو هو يعمل منها مشكلة لأنه سوء تفاهم يعني ما عرفتوك كيف تعبروا على حالكم بلغة ثالثة ما هي لغتكم بس أعتقد أن هذه المشكلة بتنحل بعدين لما تصيروا تعرفوا بعض أكثر تعرفوا كيف الطرف الآخر بيفكر كمان لأنه أنت يعني أكيد رح تتعلمي اللغة الكورية فرح يصير التواصل أفضل لكن هذه في الأول تحدث مشكلات وبصراحة عادة أنا وأكرم يصير معنا هالشي يعني سوء تفاهم يعني يكون جد جد بسيط بس بسبب التعبير وغالباً أنا اللي أفهم غلط يعني هو يقول شيء وهو ما يعني مو قاسد أنه يعبر عليه بهذه الطريقة وأنا أروح أقول له ليش تقول لي هيك ليش تقولها مثل هذه الطريقة يعني مو لغتنا فيا حبيت أضيف بس شيء لهذه النقطة الكوريين مرة مرة بسيطين في تعبيرهم وفي طريقة كلامهم فبنظر أننا أولاً كبنات إحنا عميقين كتير ككل البنات في العالم وثاني شيء إحنا الدول العربية ناس اللي تفهمها وهي طائرة فغالباً ما بيكون في مشكلة بسبب هذا الشيء هو بيكون مقصوده كتير عادي وسمبل لكننا نفضل نأول تأويلات كثيرة نفكر فيها كثيرة نروح بعيد في نهاية نكتشف أنه المقصود كان مرة مرة عادي فعشان كده توقع كثير من المشاكل بسبب هذا الشيء النقطة الثالثة من الأشياء اللي أشوفها كمان ممكن تكون سلبية في الزواج المختلط أنه التأقلم في بلد ثاني بيأخذ وقت طويل وهذا الشيء كمان يعتمد على البلد لأنه مثلاً لو أنا كنت بعيش في أوروبا ما رح أحتاج وقت حتى أتأقلم لأنه الثقافة قريبة جداً ولكن هنا في كوريا ثقافة بعيدة ثقافة مختلفة كثير بعيدة اللغة اللغة مشكلة أنا بالنسبة لي في بنات تعلموا اللغة الكورية بسهولة أنا بالنسبة لي أشوفها اللغة مرة مرة صعبة خصوصاً أني لا أستعملها في حياة اليومية بكثرة فإلى حد الآن ملاقية مشاكل في تعلم اللغة الكورية أنا أتعلم كلمة وأنسة كلمة بكل صراحة ففي كثير مشاكل ستحل أول ما يصير الإنسان تتعلم اللغة ستتعبر على حالك أكثر تعمل أشياء يومية تعتمد على حالك أكثر فعلاً كمان رح تختفي زي ما قلت كمان سؤال تفاهم وهذا الشيء كمان يعتمد على الزوج أعتقد لازم يكون الزوج مرة صبور وداعم ويتفهم أن وجودك في بلد أجنبي ما هو بالشيء هيل أنا دائماً أقول لزوجي أحياناً دائماً أفكر بأنه أنا جيت من عالم مختلف إلى عالمك فعشان كده استحملني واستحملني كثير لأنه أصلاً شي يضغط بصراحة فعلاً فعلاً تحسي بالوحدة وتحسي أحياناً تحسي بالظلم من غير السبب ممكن كثير وتحسي بالظلم من غير السبب نعم لذلك تفهمي وتتقبلي مجموعة من الأشياء اللي تخص هذا البلد منها تقاليد عادات وأشياء ما أدري يحتفلوا بها كثير أشياء يعني غريبة بالنسبة لك ففي هذه الحالة لازم يكون عندك طول بال لازم يكون عندك طول بال ولازم تكون من النوع اللي يبحث يعني هادي عندهم هذا التقليد أو كده لازم تبحثي ورا هذا التقليد ليش يعملوا كده عشان تحاولي تتفهمي وتفهمي من وين جاي هذا التقافة يعني عرفتوا كيف لأنه كثير أشياء رح تجيكم غريبة ولكن بحكم أنتوا صرتوا في عائلة كورية فلازم تحترموا هذه العادة تحترموا هذه التقالية تحاولوا تتفهموها على قدر الإمكان ويعني بحكم أنك زوجة الإبن فرح تشاركي في كده شيء بس أكيد هم كمان رح تحترموا ثقافتك نعم كمان أنا أشوف أنه على البقاء هنا فبس احترم التقافة وبينهم أنه تتقبل ثقافتهم وكمان زي ما قالت بيو لازم يكون الاحترام متبادل يعني ما أتنازل على ثقافة لازم يكون في توازن يعني أتنازل عن أشياء وهم كمان رح يحترموا أشياء ويتنازلوا عن أشياء يعني ما رح يجبروك تعملي كمان شيء تحيح نروح إلى النقطة اللي بعد آخر شيء ويمكن هذي ستكون آخر نقطة بالنسبة لهذا الموضوع واللي هي أشوفها من أكبر السلبيات كمان واللي هو أنك رح تبتعد عن عائلتك يعني يعني الأب والأم والإخوة فأحس أنه أوكي أنه عملنا حياة هنا لكن أشعر أو يضع كثير وقت مننا كان ممكن أن نرى عائلتنا ونستغل هذا الوقت معهم فساعات نجلس بس هكذا ويعني تحسي بالظلم يعني لماذا أنا هنا لماذا أنا مانجم بعائلتي يعني يضع كثير مني وقت ويعني والدينا أشخاص يكبرون في السن يعني ما تبقى لهم يعني الله يعطيهم طولة العمر كلهم بس ما تبقى من عمرهم ما رح نكون موجودين خصوصا إحنا اللي في كوريا لأن المسافة بعيدة فإمكانية أنك تزور مثلا بلدك ما رح تكون غير مرة كل سنة أو سنة ونصف بسبب البعد كمان بسبب غلاء الطائرة فرح يكون صعب كثير نكون متواجدين في أشياء كثيرة ولكن أنا شخصيا أشوف إنه هذه سنة الحياة مستحيل إنك تاخذ معاك كل شيء يا إما رح تختار بلد اللي ممكن تلاقي فيه مستقبل إلك والأولادك يا إما رح تفضل جنب أهلك لازم تقبل إنه الحياة ما تعطي كل شيء يعني يا إما تختار هذا إما تختار هذا ولكن إنك تروح وتأخذ معاك أهلك وتقافتك وأصحابك وجيرانك وريحة الشارع وريحة صح ممكن تخطي كل شيء يعني يعني هذا الشيء مستحيل فنأخذ شيء ونتنازل عن شيء وهذه هي سنة الحياة واشتقنا الأهنى سألنا فترة ما نشفناهم أنا تقريبا ختمت السنة للأسف كنت رح ننزل كنا رح ننزل في هذا الشهر بالضبط كنا رح نلتقي فيهم في فرنسا ولكن خربت من كل مكانا للأسف ما في روح على بالنسبة إنا ولا بالنسبة إلهم فنتمنى السنة الجاية نروح إن شاء الله وأعتقد كنا كل شيء تقريبا نعم فحاولنا نتكلم عن الأشياء اللي نشوفها إحنا سلبية من تجربتنا يعني لأن التجارب تختلف إذا في بنات كمان هنا في كوريا ممكن تكتبونا شو بالنسبة لكم السلبيات أو شو من هذه السلبيات اللي قلناها يعني أكثر شي ما تحبوه ممكن تناقشونا كمان يعني في أشياء تانية نقشونا كمان في فيديو جونا عن الإيجابيات بس حابة أقول لنقطة أخيرة في بعض الناس ممكن تكون فشلة في الزواج المختلط وبتعمم إنه كل الزواج المختلط فاشل الزواج مشروع مرة 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 صعب يتطلب مجهود كبير حتى لو من نفس التقافة يعني تربوا بطريقة مختلفة أساسا من جنسين مختلفين يفكروا بطرق مختلفة وفجأة نصيروا عايشين مع بعض ولازم ياخدوا بالهم من بعض يتحملوا بعض هذا الشي مرة مرة صعب فالزواج سواء كان مختلط أو غير مختلط يتطلب الكثير من المجهود وفي كلتا الحالتين هذا لا يعني الفشل أو النجاح هذا يعتمد على شريك الحياة وعلى كيف انت استطمرت في هذا المشروع ومستعد انك تخلي هذا المشروع قائم فهذا كان كل شي فأظن انتكلمنا عن كل النقاط هذا كان كل شي بالنسبة للفيديو اليوم اتمنى انكم استفدتوا ونشوفكم في مواضيع ثانية ممكن تكتبو لنا ايش المواضيع اللي بدكم تذكرت لانه راح نقضي وقت مع بعض هذه الايام الجاية فاكتبونا المواضيع اللي بدكم نحكي عنها يعني نستغل الفرصة لانه مع بعض ونشوفكم ان شاء الله في فيديوهات جاية انيان باي باي